اشتركوا في القناة راح تشهد معظم ودن الشاملية تقص غير مستقرة بسبب دائما قلت مركز منخفة جوية بنسبة الجهة الشاملية ده المنخفة الجوية وجه حاليا تيارة سريعة شرقية والشاملية شرقية عندما قل شرقية والشامل الشرقية حد يقول في احتمال قدوم هوا بارد نسبي سيمتد نحو الشمال الجزائري ورح يسيلوا أيضا أمطار بإذن الله معتبرا محليا الولايات الشرقية واحد الولايات الوسطى بينما الأجواء تبقى مستقرة نوعا ما بنسبة لمعظم الولايات الغربية بالجنوب الجزائري لا شيء جديد نبقى دائما سجل دائما أجواء صافية نوعا ما رغم عبور بعد السحوة بنسبة لوسط السحراء درجات الحالة القسوى خلال الصباح تبقى منخفضة منخفضة دائما بالمدن الداخلية سوف لا تتعدى تسع درجات على معظم الولايات الداخلية حرامة بين 14 درجة و 15 درجة هذه المرة راح نسجلوها على الولايات السحلية انطلاقا من الوهران الى غاية عنا بامورون بالعاصمة بالجنوب الجزائري 18 درجة نسجلوها بتندور 15 درجة بإليزي نفس المقياس أير 15 درجة بطامن راسل 17 درجة بعين صلاح و 15 درجة فقط بعين قزم أي بأقصى جنوب الجزائري خلال الظاهرة إن شاء الله مشاهدين الكرمه داخل الصباح خلال الظاهرة راح نسجلو دائما أجواء مغشات على المدن الشمالية مغشات مع احتمال سقوط دائما بعد الأمطار إن شاء الله على المدن ذا كان ممكن صورة مولية أمطار إن شاء الله مرتقبة على الولايات الشمالية وبالخصوص على الولايات الشرقية حاب يقول نبقى دائما سجل نفس الوضاية الجوية تقس بارد نوع الماء مغشات سحب كثيفة ركمية تبقى تميز الشمال الجزائري وفي احتمال سقوط بعض الأمطار من حين إلى خرخصة بالولايات الشرقية تلاشة جديد بالجنوب تبقى دائما سجل أجواء صفية نوع الماء درجات الحر القسوة هي الأخرى راح تشهد انقفاض محسوس فعلا راح ينسجلو حرما بين 12 درجة فقط والـ 13 درجة على مؤضم الولايات الشمالية العاصمة 19 درجة نفس الميقاج بيس كيف دا حتى بيعنبا 20 درجة بمستغنم حتى بمدينة وهران وبنيسة 12 درجة فقط ستسجل بيت بيسة 17 درجة بمدينة تيديمسان بجنوب الجزائي 26 درجة و28 درجة راح تسجع الخط الرابط ما بين تميمون أدرار رقا وحتى بيعين صالح 8 راسات 24 درجة وآلا من قد ستسجلو بيتين دوف مع 30 درجة مئوية الميلاحة والسيد البحري نبقى نسجل تموت تقريبا طول الشريط الساحلي هذا بسبب دائما هبوب ريح معتدلة تأتينا دائما غربية في بعض الحيان شمالية غربية في بعض الحيان جنوبية غربية تماما بنسبة الخط الرابط ما بين ججل وحتى بيعنبا والرؤية رغم ذلك تبقى رادئة تماما تقريبا طول الشريط الساحلي هذا بسبب توجد سحوب ممترض بإدلة نطلق نسجل الجوية كالمؤتد كالمؤتد بالمعلومات الفلكية وتوقيت نسب العاصمة وضوائحها مشكركم مشاهدين الكرامة المتابعة بقوما نوقات متعمة بقية البرامج على الاقتصادية الأولى سلام اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر